الاستاذ محمد صبحي كان ليه رأيي كمان في الثورة اللي النهاردة محتاجين نسمعه ساعة 8 الصبح وانا ايدي ما اطلتش قنوات كل القنوات وبشوف العدد وانا قاصد هزي الجملة انا بشوف العدد مش بشوف بيعملوا ايه لغاية لما العدد ارضاني او الصورة الكسيفة في مدان التحرير بهذا الامتلاء ارضتني بدأته اقلق ايه اللي جاي اللي اسمعنا عنه ايه الهتفات اللي حتتقال ايه سلوك الناس في التحرير انا كنت في قمة الفخر واقول ايضا في قمة لطمئنان اولا لان لم يغزلونا لم يغزلوا القوات المسلحة لم يغزل الحكومة لم يغزلوا الشعب حقيقة الامر بلا شرطة مباشرة وبلا قوات مسلحة التي اعلنت انها ستكون بعيدة وعلى المظاهرة ان تحمي انفسها انا فرحان فرحان بان الشباب دول هم اللي امنوا مكانهم انا بقول انا فخور لدرجة ان يعني يمكن احد شباب اقتلاف الثورة يكلمني اولا كنت فرحان او انه كلمني مش عايز اقول مين لان هو زي اي واحد فيهم بس انا سعيدت جدا انه كلمني على حوار قلته قبل كده فبيقول انت زعلان مننا فقولت له ده انا فرحان انا ارحم بكم استاذ محمد صبحي كان بيكلمني على يوم واحدة من الجمع القوات المسلحة وشيرت قالك انا مش ان امن عايزين تأمنوا وتأمنوا نفسيكم عن الثورة وده كان شعوره بالثورة وناس الثورة محمد صبحي ذهب بعيدا وكان عنده مسرحية من كتر ايمانه بالثورة من كتر ما كان ثوراجه بقولك جي من غير ولا مليم انا بقولك شهادة الحق الرجل ما خدش ولا مليم ليه عشان كان مهم يطلع في هذا البرنامج ليه عشان يعني البرنامج ده معروف ان هو مع الثورة الحمد لله ما خذلكوش من كتر ما ذهب بعيدا في ايمانه بالثورة كان عنده مسرحية غير اسمها من خبتنا لثورتنا. اه وبحضر كمان في مسرحية خبتنا ولكن مش من نفس التسمية ان ما يصحش ان انا يعني كان خبتنا دي كانت كنت اتمنى ان انا عرض افضل النظام كانت تعرض في يناير لو لانا ثورة قامت فانا مش هبقى سعيد انه ولكن ان اه المعنى بتاع خبتنا هيبقى الفصل الاول والفصل انا هيبقى ثورتنا مش هقرخ للثورة ولا حطب الله انما حناقش المواطن المصري عايزينه شكله ايه مش مصر انما المواطن شكله ايه. وتدور الايام حقيقة الموجة كانت الثورية عالية كان لازم كلنا نركب الموجة انما دارت الايام ورجعت اه اه رجعنا لقواعدنا سالمين قال لك ان ما حبش الاسور ولا ممكن اعمل في الاسور كده ولا اي حاجة انا بس دي كانت حوادس السنائية انا مقصودش بيها اي حاجة. ودي اسر السوريا هو الاسر بتاعكم في سوريا اسمه ايه بتاع اه الملعون دنيا واخرى ان شاء الله اسمه ايه بتاع قصر الشعب كان كان في قصر الشعب قال له يا ابن الشعب تكلم يا ابن الشعب مش دي حتة برضو استاذ صبحي